طيب ايه اللي هيحصل لو كان ايه اللي هيحصل ركزوا معي تاني ايه اللي هيحصل لو كان الحملة مش احنا هنا عسمنا الفيزور ديجرام على اساس الحملة طيب ايه اللي هيحصل لو كان يعني يعني في الاخر بيغزي 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 بيغ يبقى. ساعتها انفذ. يعني هنوما يا ارسم اي تو داش فعال ركوبلونت همشي حتة افوقطية بالمنزر ده. بها يبقى اي تو داش في مين? فعال ركوبلونت. هطلع عمودي عليه بحيس بقىال كارنت لاندجاك كارنت بلاقي الجهد لفحالة الكويل. بها اي تو داش في اكس ده يبقى في وان. بها يبقى في وان وما لديك مين؟ ده هيبقى I' في Z-Equivalent I' في Z-Equivalent ازاي وديلسة منها ايه؟ Theta short circuit اذا الحتة الافقية اللي هي الفرق ما بين V1 و V' الفرق طعم بعمل الرأسي لان V' ده صراحة كبير جدا اذا ما قرنناه من الجزء ده تعمل جزء ده فالحتة الافقية اللي موجودة هنا هتبقى I' في Z-Equivalent في وسائل مين؟ Theta short circuit يعني هنا دي عبارة عن بدلالة Z مش بدلالة I' في Z-Equivalent في وسائل Theta short circuit مع الفرق بس ان احنا خطينا الفايل بكام؟ بصفر حطينا الفايل بصفر انت عايز توصل ليه؟ عايز اوصل للفايل فورم الفايل فورم هنزوج هنا بس minus or plus الماينس ده في حالة اللاج اما البلس دوت في حالة الليد الماينس في حالة اللاج باينما البلس في حالة الليد تعالى لو احنا كلمنا في حالة البلس هيطلع شكل الفايل منه معامل ازاي؟ يعني في حالة الليد power factor الليد power factor كنا كلمنا عليها ايام محضرات لو تفتكروا ان في حالة الليد power factor يعني في حالة لو احنا نغذي حمل كاباستف لود يعني فيه كاباستور ممكن الجهد عند الحمل لو تفتكروا كلمة دي يبقى اعلى من جهد source لان احنا قلنا من الاصل في ال power بتتنقل من الزاوية الاعلى للزاوية الاقل من الجهد الاعلى للجهد الاقل اللي في ال DC من الجهد الاعلى للجهد الاقل لاتجاه الطيار او اتجاه ال power flow تتحرك من الجهد الاعلى لان فيه زواية من الجهد الاعلى للجهد الاقل ده اللي في حكمها بينما في الترانسفورمر انت تقول الوقت regulation V1 ناقص V2' الطبيعي مين اعلى؟ V1 في كل احوال؟ لا مش في كل احوال V2' ممكن يزيد عن V1 ده في حالة في بعض حالات ال lead power مش كل حالات كمان lead power factor ليه؟ لو انا جدت هنا وترك والله انا عندي الكلام هيليد او lead power factor فلو ده V2' هبدوتها I2' بس انا هخليه lead بزاوية كبيرة شوية I2' هاجه اجمع هنا ال phaser diagram هقول V2' هجمع عليها I2' في R equivalent ها بص هنا بقى زائد لان انت جاه الكرم حشان يبقى الكرم تبقى الكرم تبقى الجهة I2' في X equivalent طبعا ديت تقول مين؟ ده I2' في Z equivalent وبالتالي هنا ده هيطلع لي V1 ممكن بالبرجه التالي ترسم لان V1 فعلا كان مقدار قلع عن V2' لأفضاعد الحالات ممكن regulation المسالب ممكن regulation المسالب الطبيعي ان regulation يبقى موجب انت يكون موجب لو الحمل لايك power factor لو الحمل لايك power factor لو الحمل لايك power factor unity power factor في بعض حالات الليد يعني مش اول ما هيليد يعني لو انا بريد بخمسة درجات هتلاقي برضو R جات هنا و X جات هنا هيخلي ان معيار V1 اكبر من V2' لكن لو بريد مثلا بزاوية كبيرة شوية لأ ساعتها ممكن ان V1 يكون اقل من V2' بالمناسبة هيبقى الاسقاط بتاعك هنا كان بقى اه تعالى هنا الزاوية ديت هي مين؟ هي الفاي بينما ديت ثي تا short circuit إذا لو جدت اسقاط دوت هنا لو جدت اسقاط دوت هنا اه الزاوية بدأت كام؟ ديت ممكن نقول مية وتمانين ناقص فاعي ثاني ديت 90 درجة الزاوية ديتوا أمية وتمانين ديت 180 ناقص ثي تا short circuit اه ناقص فاي يعني الاثنين هيك او ممكن ناقص دي صورة زائد فاي بالمنظر ده دي الزاوية ديت طب ديت تسعين يطلع لي ان الزاوية ديت كان ديت تسعين وديت مية وتمانين مفروض مجموعة زوية مسلس كلها مية وتمانين يعني مفترض لو انا عايز يجيب الزاوية اللي فوق ديت هسميها اكسة مسلا موقعتة مجموعة زوية المثلس كلها متفقين مية وتمانين هطرح منها تسعين وهطرح منها الزاوية ديت اللي هي مينس مية وتمانين زائد ثيتا شورت سوركت زائد او ناقص فاعي او هتبقى زائد هنا طبعا لان بطرح منها المية وتمانين هتطلب مع المية وتمانين هتبقى لي ثيتا شورت سوركت زائد فاي ناقص تسعين ثيتا شورت سوركت زائد فاي ناقص تسعين ديت اللي الزاوية اللي هنا ثيتا short circuit so competition ناقص 90 خللي الزوية تسقط لي طيب Helps fat short circuit soAP سيتات سعيدها هه اله libertine so this sin i two dash في sin الزاوية دي. سين الزاوية دي ات سين الزاوية نقص نسعين هي كوسين الزاوية. يعني ده البرت ده هتطلع للمرادة كوسين سيتا شورد سوركت زائد الفان. يعني هنا في الآخر بدل ما هي مينس هتلقى بلس. يبقى هنا في زد دي كفران في كوسين تيتا شورد سوركت مينس في حالة مين يا شباب اللاجة هتجي تقول لي وليونيتي بار فاكتور الفان بتقع بصفر فبلاش اهي لازمة. يعني في حالة اللاجة هحط شورد بينما لو كان ليد هحط اشارة بوستر. ركز بينما هي. هل القانون ده هيحقق ان ممكن يكون بوستر او نيجاتيف? لو لا. تيتا شورد سوركت دي زاوية مسلس. تيتا شورد سوركت. اللي هي الزاوية بالر كوفلانت ومين يا شباب? وايكس ايكوفلانت. بينما ديت هي زد بيكوفلانت. تيتا شورد سوركت هي الزاوية بين مين ومين. محصولة من كم وكم. مهما تقلل الار مهما تزيد الاكس فسيتا شورد سوركت ديت من صفر التسعين. يعني محصولة من اول الصفر اكبر من الصفر لكنها اقل من كم من التسعين. الفاي نفس الكلام. الفاي ديت زاوية الامبيدنس لسعة اللود. اللود نفسه عبارة عن امبيدنس. فدي برضو محصولة من صفر لحد كم تسعين. فاديني ارقام كده. اديني ارقام. لو تلك شورد سوركت مثلا بخمسة واربعين درجة. والفاي مسلا بسبتين بسبعين بتامانين وليد. هيبقى خمسة واربعين ناقصها. سبعين يعني مائنس خمسة وتلاتين درجة. مائنس خمسة وتلاتين دي في الربع الرابع. مائنس خمسة وتلاتين. انه ربع الاول. ربع التاني التالت الرابع. الكوسين بس الف هنا وبس الف هنا. اه يعني هنجليشه هه Leiجليشه هه ي nineteen بس الف корабلي تقولي. طب لو بس لت تسعين بردوه مش فنها خمسة بـ-45 في كلا الحالات القيمة ده اكيد تاني مهما تقعد تغير في الزمه دي أو تغير في الزمه دي طول ما الإشابة بينهم منص مهما كانت من صفر الكمب لتسعين ودي مهما كانت برضه من صفر الكمب لتسعين اذا الفرق ما بينهم هيبقى من منص نسعين من منص نسعين لحد بصد الكوسين في كل الدومين ده من منص نسعين لحد بصد منص نسعين الكوسين في الفترة ديت كلها مجابة هم القيمة تبقى سالبة لو جيت انت على البلس لو كانت البلس بقى إيه اللي يحصل خلي بالك هنا بقى قد يكون عشان كده في الليد في الليد ممكن الريجوليشن يكون يعني الريجوليشن يكون نيجت فناسب يعني الجهد عند اللوت أعلى من جهد السورس السبب لو دي خليناها 45 و جيت بتلك والله ده زاوية تلحين مثلا 30 درجة هم هم لكن لو دوت 40 درجة زاودنا الليت بتاعها هتقول كوسين 45 زايد 45 يكون بصفر يعني بصفر يعني عند الجهد عند النو لود هو نفس الجهد عند الفل لود اه ممكن يطلع بصفر ايه ده يعني الجهد ما تغيرش اخلي بالك انا ما اتكلم بين النو لود والفل لود هيتغير انبتوين لكن طب ازاي تحصل بمين دات كوسين ممكن نسوي صفر امتا كوسين سوي صفر لو البجموع بتاع الزاويتين دولت 90 درجة لو كان كوسين ثا شورت سوي صفر زايد فاي بتسعين دجوري كوسين سوي صفر يبقى امتا خلي بالك امتا يكون قيمته بصفر ان دي هتلاقيه في المسائل بتاع الشيء امتا قيمته تصل للصفر والله لما يكون ثا شورت سوي صفر زايد فاي بتسعين هليتغلي مخدش مينوس لي لان يستحيل فاولته بمينهم 99 ليه يستحيل ملين صفر لتسعين لقد بقية من صفر لتمدد منصفر لتسعين ازاي 33 مينوسي OK يعني لو انت عايز طبعا دي ولا هتفرحو 90 يعني انا اقول limit دي اكبر من الصفر يستحيل بتصفر وناكن يستحيل Hal�� معاك ممكن اليسوي 90 درجة لو كان عباره عن b.q اذا لو انت اخذت اى زاوية ناقص ثبتنا ديت اى زاوية وديت اذا رحلت منها 90 درجة وديه بقى اكبرfel دي مثلا الدرجة هيبهتك حمل 9-80 درجة لكن امتى مجموحهم يوصل اعلى لو مجموحهم كان ب90 درجة هنا هيساوي 0 يعني لان الجهد ما بين الـ Full Wood والجهد على الـ New Wood هنا طبعا انتوا مصلحة وبالحظ لأيه؟ لان Z short circuit C short circuit دي معتمدة على البرامتر بتاع الترانسفورمر نركز C short circuit هيزها من مين ومين R equivalent و X equivalent اللي هما البرامتر بتاع الترانسفورمر انت حطيت حمل بالحظ يعني انت خير بسلا ان كانت زابنه من اليد بسلا 60 درجة حطيت حمل الكاتلين بيدنسي طاعته عملة 30 درجة وليد 30 درجة وليد ساعتها هيطلع عن مجموعة الزاويتين 90 درجة فهيطلع لك الـ Regulation بصفر يستحيل في اللاج يوصل بصفر يبقى هو دايما Posted Value ويقل طول ما انت توصل للـ lead يوصل بصفر لو زودت عن القيمة ديت هيبدأ يقلب فيه الـ Negative اللي هي الزاوية اللي دخلت فيه الربع التاني طب اعلى Regulation اعلى Regulation لما الـ Cosine دوت اعلى Regulation لما الـ Cosine دوت ده الـ Maximum Regulation بقى الـ Maximum Regulation يحصل امتى وده احنا مش عايزينه الـ Maximum Regulation يعني الجهد ينزله مثلا 20% او 10% بقيمة كبيرة جدا دي تحصل عند الـ Cosine بتصبح كم؟ بواحد يعني الزاوية اللي داخلها تساوي صفر يعني ساعتها سيتا short circuit دي درجة ما تحصل في اللاج سيتا short circuit ناقص 5 تساوي صفر بمعنى تاني ان الـ Max of Regulation لو كانت سيتا short circuit هي نفسها سيتا فعي طبعا كارثية دي اسوأ حاجة في Regulation لو سيادتك تخيلنا ان سيتا short circuit الزاوية بين ريكوبلانت و ريكوبلانت خلقتين قد بعض يبقى زاوية 45 درجة الـ 2 قد بعض يبقى زاوية 45 درجة طبعا زاوية 45 درجة طبعا زاوية 45 درجة طبعا زاوية 45 درجة نفس زاوية 45 درجة ساعتها انت هتشتغل عند اسوأ إذا هنا دي التعريفات العامة يبقى ناقص على على في تو داش او اي تو داش في زاوية ناقص او زاوية ناقص قلنا في حالة ده المقرع على سابتك وكل ده تبقى سوم على في تو داش لو حبيت اجيبها بالبريوريت فاكرين البيوريت هكتبها هنا لو انا نسم الدارة مثلا اكوفلانت بريوريت ولا حاجة فانا احاجة اقولك والله الابسلون بتاعتي هتساوي اي تو داش زد اكوفلانت هاسمها على زد بيز في كوساين سيتا ناقص في حالة اللاج بوصل في حالة الليد دي زاوية الـ ودية اللي هي الزاوية ما بين يعني بنجيبها عن طريق تان انفرس بجيبها عن طريق تان انفرس اكس اكوفلانت على ار اكوفلانت تاني بجيبها عن طريق تان انفرس اكس اكوفلانت على ار اكوفلانت اكس اكوفلانت اللي هي اكس وان بلاس اكس دو داش وار اكوفلانت اللي هي ار وان بلاس ار تو داش انت هنا في البسط اكسمت على زد بيز يبقى لازم في المقام اقسم على زد بيز هنا في البسط اقسم على زد بيز يبقى لازم على زد بيز دي تصبح اسمها هي زد اكوفلانت بريونت يبقى تاني دي تصبح هكتبع عليها هنا زد اكوفلانت لكنها بير يونت لازمص على مقسومه علي الزد بيز الزد بيز داعبانة عن الزد بيز داعبانة اقنقى مقسوم على مقسم على هتطوhomme على المقسم اعطى لكوا الطريق وهوف اكتب العمل فهريتنا vueltaير هذا البردد sidewalk يعني ان اي تو داشة على اي ريتد اي تو داشة على اي ريتد يعني انت ما شغلان عنده ال ريتد اللي فول لود النسبة دي في كم بواحد ده اللي احسن منها في الترانسفورمر لو تفتكروها كي حيثو كي نسبة التحميل يبقى كي في زد اكوفلانت بليونت كي في زد اكوفلانت بليونت في كوسين سيتا شورت سوركت ناقص او زائد فاعي هنا ما فيش مقام بقى لان خلاص الدية كده كلها ودية بليونت يبقى ليه ثلاث سور الصورة دية هيا الأساسية الصورة دي التقريبية والتباعية هل تبقى الصورة دية تقريبية ماه لديه لو جيت قدرت عليك حسيت د Нетرية عند ربع لود نعك بي نصف عند ربع لود نعك برابع عند الفول لود نعك بي ب كم بواحد زد اكوفلانت بليونت الي عبارة عنR اكوفلنت بليونت زاد J x اكوفلانت بليونت خد معياره يعني اعملها كده على القالة واخد المعيار بتاح او جزر التربيعي لر اكوفلانت بر يونت زائد اكس اكوفلانت بر يونت ممكن ندور على مسألة في الجزء دوت طبعا انا ممكن اضيف معلومتين للناس اللي عايزة تشتغل بر يونت اللي هي قبل ما نحل مسألة مثلا ولا حاجة مسألة طبعا هنا على الكفاءة كان فيه طبعا مسألة في الشيت كان فيها مطلوب اللي هو ريجيوليشن ما كنا احنا قبل انفوتها فتقدر الداية تتحلها وانا هعمل لكم فيديو تاني احلل لكم فيه ان شاء الله مسائل على ريجيوليشن ممكن نحل هنا ريجيوليشن عليها المسألة ديت مش صعبة على حاجة بس طعا هي ديت فيها بقى تست ومش عارفه ممكن اعزين مسألة تطبيق ومشي على ريجيوليشن لكن برضو هضيف معلومتين مهمين جدا ايه المعلومتين المهمين جدا ديت فكاين احنا قلنا لما الكفاءة ده برضو ممكن تضيفه القوانين الكفاءة بس طعا انك منش راحت الكفاءة قبل البليونيشن فا هكلم عليها احنا هنا ان ال E تابد تستوي K في S full load او S rated في cos phi اللي هي زوية ال power factor على K اللي هو رزب التحميل لسه كالبينا النهاردة في S full load في cos phi زائد K squared في ال B cover full load زائد K squared او رأس B iron دي بالنسبة لي القيمة بتاعتي بيكبر full load بيكبر full load بيكبر full load بيكبر عند full load انا عايز اشتغل بليونيت عايز اشتغل بليونيت هلاقيها برا عن I to dash بتاعت الفول load او ال base او تحب تسميها زي ما انت عايز تسميها تسميها rated تسميها base تسميها full load squared طبعا مضروبة في R equivalent ايه اللي يحصل ايه اللي يحصل لو انا حبيت اجيب بيكبر full load بس عند البليونيت البليونيت هاسمها على ال S rated هاسم المعادلة كلها او هاسمها على ال S rated لو جيت اسمت ليها على ال S rated على ال S full load او ال S rated هلاقي ديت عبارة عن I to dash full load squared اهي سقوارد اهي في R equivalent هتلاحي جريبة جدا اني هي ال S ديت ما هي الا S full load بكبر S full load ما دي عبارة عن I to dash squared full load في Z base او ال I base تربية في Z base هتطير ال I تربية مع I تربية يطلع لك R equivalent على Z base دعوان عن R equivalent بليونيت وده يؤكد ان البليونيت مانوش واحدة لاني ديت باور ديت باور وديت امبيدنس لكن هنا بليونيت وهنا بليونيت خلاص وما بيتساوي كنسب بيتساوي كنسب ايه ده يعني ال B كبر عند ال full load اللي هي ال B كبر مقسوم على مين على S full load ما ايه الا R equivalent يعني جاصة انك تجيب R equivalent بليونيت انت جدت ال B كبر عند ال full load لو عايز تجيبها full load هتقول لي والله ال B ion هقسمها على S full load او S rated او S base عشان تبقى B ion هلا هي بتطلع بساوي كم بقى اقسم هنا على ال S base كمان ال S base ما هو الا اهو ادي V one square على RC هقسم على S base S base ما هي الا V square على Z base فهتلاقي V square هنا هتطلع مع V square هاتي Z base مش بسطية مقابل المقام يعني هتساوي واحد على RC مقسومة على Z base RC على Z base هي RC per unit يعني ال B iron هي مقلوب RC فجلنا ما احنا رسمنا المسألة وجلنا فيها R equivalent per unit تبقى R equivalent per unit هي عبارة عن B cover full load وال RC لو قلبناها يدينا B iron بس full load اضرابها في يوم S rated او S full load اللي هي في بديت المسألة هيدينا S او هيدينا B iron وال B cover full load بالوقت يعني القيم الحقيقية اذا لو انت جيت هنا اسمت المسألة ديت كلها على S full load ايه اللي يحصل؟ ده قانون كمان للكفاءة عشان راح نحيلي B المسائل ممكن اشتغل B لو جيت اسمت المسألة ديت كلها على S full load البسط يبقى عبارة عن K في cos phi فقط مقسوم على K في cos phi زائب B K squared تسبح زي ما هي B cover لما اسمها على S full load طب ما دي B cover per unit دي كده اصبحت B cover per unit اللي هي R equivalent per unit زائب B iron لما اسمها على S full load لما اجب لها S full load في المقام B iron على S full load ديت عبارة عن 1 على RC bear Europe كده احنا خلصنا الجزء بتاع الترانسفورمر كله باستثناء ويبقى لهم 2 فيديو وبعد ذلك انا اتكلم على DC Machines التي هي Generators وموتور سوف ننزل لكم 3 فيديوهات وننزل فيديوهات مسائل على الجزئين افتقدم الجزء و اتجازكم الله خيرا شكرا شكرا شكرا